سورته هتلاقوا كروت كتير بتتشابه لان نفس قرية البرج. ممكن الكروت كتير بتتكرر. بس الكارت ده مجيش في ولا مجموعة تتطور مادي كويس يا جوزاء. يعني اللي هو يعمل مشروع البطرة دي. ده وقت كويس جدا. الحمد لله مفيش خسائر بالعكس في حالة تطور مادي. ان شاء الله المشروع يكون نجح ويعني مثمر ان شاء الله. آآ وكمان لو مش بتعمل حاجة فهو في حالة استقرار مادي. يعني الحمد لله مفيش ازمات. والدين يمشي كويس قوي قوي. وايه حالة امام. وايه رخاء الحمد لله من حالة مفيد. آآ في عندنا كمان ده اما ان هي اجازة. الجوزاء قرر ياخد اجازة. او هاي قرر ياخد اجازة يحتفل. مجرد ايه واقفة كده شوية بيك. نرايح من الشغل. نرايح من المسئوليات وناخد اجازة. وكمان ده فرح زي ما تشايفين دي مراسة مفرح. يعني مفرح غيكي كمان. آآ فنلسأ اللي على وشك ان هو يتم جواز بازن اللي حيتم على خير وكل حالة تبقى كويسة او. اللي هو زي عنده كمان حالة في خناقة شغلة او مش هنقول حرب معنى حرب في شوية كده قلق وتوتر حواليه بس هو بيحاول يتماسك ومبين ان هو كويس جدا انه مش فرق معه خالص وانه هو متصر مع ان هو اتقاذى شوية. او اتريس يعني مزاجه تعقر يعني على قل. بس مبين ان هو تنزل انتو شايفين واقفة حرب وسلم غيمة وهو مزاج مبتسم. فانتا مبين آآ حاجة غير الجواد آآ من ناحية موقف معين كان بيأزيك. انا احيي ده الصراحة مش ضده خالص. فيه بقى كارتين تحت بعض حلوين جدا جدا جدا. ده بقى. ده اللي يتطلع في المجموعة الاولى. آآ طاقة ابداع خبر حلو في حاجة طاقة دخل علينا ان شاء الله كويسة جدا جدا جدا. طاقة دي هتعملك هدف. يا جوزاء. انت رايح لهدف بالسرعة شديدة جدا مش هتقف غير لما توصل ده. شايفين عمل ازاي? ركب الحصول يجي بسرعة جدا جدا جدا. رايح لهدف. بالدفاع. رايح بالدفاع كمان شديد جدا. ونجاح. بازن الله نجاح. اكتمال الدائرة يعني حاجة انت هتتملها على اكمل وقت. يعني تبت من مشروع. او لو عندك اي حاجة مثلا حاجة في شغلك بتعملها. خلاص. اكمبيشت. خلاص. هتعملها بنجاح ان شاء الله كويس جدا. كيه بقى حاجة تانية بقى مما وراء الكواليس. انت خايف من حاجة في حاجة ما لقاك شوية او متاتفاق. مش عارك تاخد خطوة. دي حالة آآ ثبات. ثابت ومستمين. متراقب. اوكي? حاجة بتخصه وراء يمكن. ده ده حاجة ليها علاقة باوراق حكومية. حاجة بتعمل وراء حكومي. ممكن يكون قارج. ممكن يكون قضية. ممكن يكون حاجة من ده يعني. او انه انت. هتوصيق الحكم على شخص. اه لو انت بحالة توتر دلوقتي يا جوزاء وعندك شوية صراعات بتدور حواليك. بليز ما تطلقش احكام في الفترة دي. استنى رغاية لما الدنيا تبقى آآ هادية. وهي هادية ده خلاص. تدخل عليك طاقة امر. طاقة هدوء وسلام. وطاقة آآ تأمل. وحاجة كويسة جدا. هادية جدا. وحلوة قوي قوي قوي. استنى ومتطلقش احكام دلوقتي. آآ لو موضوع في ورق حكومي وانت مستني ورق وقلقان منه. وخايف. ان شاء الله ما تخافش. الشكل الموضوع خير بازن الله. وحتطلع بنتيجة كويسة جدا. آآ في هنا كمان قلتلكو كارت القوة ده آآ بمعناه قلة القوة. انت محتاج آآ تواجه حاجة معينة يا آآ جوزاء. واجهها من غير عنف ولا حاجة. لأ. انت هتواجهها بالديبلوميسية. آآ مهم ان انت تعبر عن نفسك وتقول لجواك. بس مش بعنف. القريباتو حلوة قوي قوي. هلخصها بسرعة. في تطور مادي ان شاء الله. اللي داخل مشاريع بو اهد. آآ ان شاء الله الدنيا كويسة جدا. ما حالك استقرار مادي الحمد لله. فيها احتفال وفرح. او في اجازة هتطلعها انت وعيلتك. او ناس مقربين بالنسبة لك. في شوية ضغوطات. بس انت بتواجهها بسبات آآ وبتدين ان انت يعني مش متقصر كماما. بس انت تقصرت شوية. آآ في طاقة آآ خبر حلو. وفي حاجة حلوة جدا جايالك طاقة إبداع. هتنور لها في اللمبة. وهتشوف هدف. وهتروح لبسرعة جديدة جدا. بإذن اللي في نجاح اجتمال دائرة. آآ في هنا آآ زي حالة جمود او ثبات. حاجة سبتة مش بتتحرك. آآ ده. لانك انت من خايف شوية عندك مخاوف. آآ في هنا اما انه انت حتزلم حد او تطلب حكم مش سليم على حد. او انه في ورق حكومي او حاجة تخص الحكومة ان شاء الله بالكامل القطرة دي. آآ في حالة ان شاء الله قدوء وسلام والتزام باخر عليها برج الجوزاء القطرة دي. بس برضو الكارتة ده نسيت اقول لكم بحذر من العقرب اللي طالع وردة ان هو انت قعد في امان الله ومسالم مفحالك مفيش اي حاجة. بس حد متراقب لك يا جوزاء انتبه ما تديش تسرك لحاجة. الا الناس اللي انت تستسق فيهم وجربتهم يعني في الموضوع ده اكتر من ما ده. واجه يا جوزاء الحاجة دي انت محتاج تواجهها بس واجهها بدون مسايا على ادراضي. ادي اراية التالتة. المرموعة التالتة الاراية العامة بتاعتها. الحمد الله حلى جدا برضو. آآ العلاقة العطيطية بتاعتها. طيب. آآ الجوزاء عايز ايه? يعني واضح عندي كده ان حصل حاجة غلط. الجوزاء زي ما انتم شايفين كده واقف متكتف. عارفين اللي هو خلاص ايه? رفع ايده بقى. مفيش حاجة اعملها استسلم. الجوزاء مستسلم. شايف ان مفيش حاجة بايده يعملها. مفيش الخطوة مش عنده. وهو مفيش حاجة ممكن يعملها خلاص. آآ نفسه في ايه كمان? يعني هو طريبا شايف ان اساس العلاقة مش كويس. ان الاساس مش صح. شايف شريكه ازاي? شايفه مش بقى بيبعد بمشاعره. لا بيبعد فعلا. يعني بيبعد سايب وماشي خلاص. سايبه وماشي. وسايب بقى كل العشرة والحب والحاجات دي كلها سايبها قراءة. ومش مهتم وماشي. التاقمة بينكم ده هاي بريستس. دي الاسرار. دي بتاعة الاسرار. فيه سر انكشف. مش ضرور ان هو يكون سر ممكن يكون حاجة كنت مستخبية وظهرت. يعني في حاجة كنت مستخبية وظهرت. ووضح انها زهرت لك انت يا جوزاء. عن شريكك يعني. شريكك عايز ايه? شريكك بيحبك برضو. بيحبك. وعايز يكون معاك. وعايز منك اطفال. وشايفك الدافع والامان والعيلة. الحب الغير مشروط. احنا قلنا هي الحب الغير مشروط. نفسه تفتكره لحاجات كويسة اللي هو عملها لك قبل كده. دي حاجات ده خير اتعمل زمان. نفسه تفتكره لحاجات دي. شايفك ازاي? شايفك بتحبه وبتقدم له كتير. بتقدم له حاجات كتير جدا. وانك انت سنة دي. مش هكدب عليكم الدنيا دلوقتي مش كوي. ليس انتم محتاجين راحة. محتاجين بريك. آآ هدوء كده شوية. فيه قرارات. مفروط تتاخد فيه حيرة شوية. فيه حد على وشك ان هو ياخد قرار. بالنسبة للعلاقة. لكن فيه تردد شديد جدا. والجوزاء. مش هتكلم عن التردد اللي عنده. هو فعلا متردد. هيبقى مش عارف يعني. نصيحتي انا يعني. ونصيحة طبعا الكروت. انا فيه على اللب الصراحة من الكروت دي حاجات كتير قوي في القرارات اللي انا باخدها. متاخدوش قرارات وانتم منفعليين. اجلوا شوية لغاية لان الطاقة تتوازن. استنوا شوية. وبعد كده بتدخدوا قرارات. آآ مفيد للناحيتين عشان تفكر بالطريقة احسن ومتاخدش قرار يعني نبع عن انفعيل. اخد قرار نبع عن عقل. بس اللي انا احب بقول لك اطمناك جوزاء الشركة فعلا بيحبك ونفسك تديره فرصة تانية. آآ هو صراحة الكروت بيقاليها اكتر من معنى وليها اكتر من تفسير. بس انا القراءة دي هي دي الطاقة اللي وصلوك لها بس. فيعني قلولي اخبارها ايه معي. آآ طيب دي. فرائة المجموعة التالتة. والاخيرة التحلعة طيب تاعتها ان شاء الله خير. استني شوية. انت راكوش قرارات دلوقتي. وانتوا اصلا يعني يومكم سنة في القرارات فما مش قلقان عليكم في الموضوع ده. طيب تعالوا نشوف صحيح تمانية مساة تين. هضر قبض. لحوتة قاريا تزدني ليه خارفته. آآ آآآ آآ يابد امتدي فقطacon اسئلة. معانا كده عشر دقايق اسئلة. تعمل نشوف اللي حصل عنده الانتصال من برج الجوزات. يد رجوع ولا لا? تبقى نادي اي سنة ومسألة. طيب بصوا هو انتو عايزين ترجعوا يعني هو فيه مينة الرجوع او هو عايز يرجع الشخص يعني فيه رجوع بس فيه حد بيمنعكم. ليه? واضح ان الرجوع بنشوفه مصطحياتكو دلوقت. شايفين الاقطة دا? الاقطة دا ما تحدش هخاف مني. الاقطة دا بيحميك. دا شخص بيحميك. يعني ممكن يكون ايه? ام اب صديق حد بيخاف عليك. واقف عليك حارس. مش عايزك تاخد القرار دا دلوقتي. استنى شوية. فيه حاجات هتظهر لك كمان شوية. استنى شوية يا جوزيق على موضوع رجوع دا. ما تستعجدش. انت يا زراء وجوزيق جدي. بص يعني تالي احلى كارت الصراحة في التوكل والشمس. ام. علاقة صحية. علاقة صحية جدا. علاقة نجحة. ان شاء الله. ام. حالبتي يا ساتيني. ام. حالبتي. حبيبتي اقول لك لا. القرار لست متكونش. واجبتي على الاسئلة دي على فكرة دي المدة. انا مش بتكلم في ملة نهية يعني. المدة الفترة دي. الفترة دي لأ مفيش وجوع. الفترة دي في حيرة. ام. في شوية قلق. لا. مش شايفة اي ارتباط بالوقتي. مش مش شايفة انه هيحصل يعني ارتباط رسمي كل وقت الحياة اللي حبتي. يمكن شوية كمان. متع. فاقول لحاجة ان شاء الله ربنا بيختلط الوقت الانسر. في الوقت يمكن مش الوقت المناسب. اه. رأو رجل دالو. في حوق. بيكمل ولا لأ. اوكي يا راني. 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 رجل دالو. بوسي. هي انا لقى فيها مشاكل كتير. اوكي. في عقبات كتير. وشوية ايه. اوكي. 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 بس.